وناقش نائب الفني للمحافظة عمار حكمة البلداوي مع مدير هيئة استثمار المحافظة المهندسة محمد يونس واقع المشاريع الاستثمارية وآلية تشجيع الاستثمار ونقل التقنيات الحديثة للإسهام في تنمية محافظة صلاح الدين وتوسيع قاعدتها الانتاجية والخدمية هذا ووجه البلداوي مدير هيئة الاستثمار لتطوير مستويات العمل لتنعكس بشكل إيجابي على العملية الاستثمارية في المحافظة مؤكدا أن حكومة المحافظة جادة في تقديم الدعم والمساندة للقطع الاستثماري وتوفير أفضل بيئة الشركات الاستثمارية والمستثمرين لإنجاز مشاريعهم